وصل بعثة الناد الأهلي وصلت بسلام الله برئاسة الكابتن محمود الخطيب دلوقتي تونس الناد الأهلي سيلاقي يوم السبت القادم نادي التراجي في مباراة من العيار الثقيل في البداية الأول بعثة الناد الأهلي بيترأسها الكابتن محمود الخطيب وجود الكابتن محمود الخطيب مع بعثة الناد الأهلي وفريق الناد الأهلي مهم جدا 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 كابتن محمود الخطيب كان الدكتور المعالج ليه كان نصحه في مباراة سانداونز ومباراة نهضة بركان السوبر الأفريقي نصحوا يعني أنه كان يريح وعدم السفر علشان طول يعني مدة الرحلة كانت رحلة طويلة ما يقرب من 14 ساعة من سانداونز بعد كده للدوحة فكان نصحوا بالراحة علشان ده هيأثر على ظهره لكن الكابتن محمود الخطيب كان ليه رأي تاني وكان أصر أن يكون موجود مع الفرق برضو نفس الكلام الدكتور نصحوا في هذه الرحلة إلى تونس برضو بالراحة لكن وجود الكابتن محمود الخطيب مهم جدا وجود الكابتن محمود الخطيب بيدي دفعة كبيرة جدا للعاب الناد الأهلي ثقة وحماس مجرد ما كابتن محمود الخطيب بيكون موجود مع الفرقة من غير ما يتكلم الرسالة وصلت أو الرسالة بتوصل لكل اللعبة شفناها في كل المباراة السابقة في البطولة التاسعة أيضا شفناها في مباراة السوبر الأفريقي فعلشان كده بقول لحضراتكم وجود كابتن محمود الخطيب بيدي دفعة وحماس مع نويات كبيرة وإيجابية للعبي النادي الأهل